نبدأ كده نحل الاسئلة بتاعت انت هنقول عدادي نبدأ بالسؤال الاولاني بيقول لي هنرسم الرسمة برا كده عشان برضو ايه بقى موضح لكم الخطوات وهنا هنا مديني الرسمة دي الانجلز اللي فوقها فيه فيه الانجل الكبير الانجلز الانجل الكبير الانجلز اللي اسمها كلها لو انا عايز اجيبها هقول يعني هتطلع الاجابة طيب هل اه دي لب سكستي ولا دي لا الاتنين مع بعض يعني هعمل لها بسبب ان ال سي دي ده بقى عبارة عن بايزكتر اه طبعا بايزكت للانجل اللي اسمها اي سي اي يبقى سمها اي سي دي ايكوال ده في المجر الانجل دي سي اي وكل واحدة فيهم الاتنين ايكوال ثيرتي دجري طيب الحد هنا تمام هو طالب مني ايه بقى في السؤال هو طالب مني في السؤال بص باعينك كده بقى دي سي بي ال دي سي بي الحتة دي كلها كده دي ثيرتي ودي وان هندرد تواني يبقى مع بعض بون هندرد ففتي فانت ما يدحكش عليك لانك هتلاقي في الاختيارات سيكستي وهتلاقي ثيرتي وهتلاقي وان هندرد ايتي لكن الاجابة الصحية وان هندرد ففتي الكوستشن البعض بيقول لي طبعا ده السؤال بتاع السلم واضح جدا فيه باراليل ما بين الفور لاينز اي اف و اي دي و واي اكس و سي بي فانا هكتبله كده ان ال اي اف باراليل اي دي باراليل واي اكس باراليل لسي بي وعندي كمان ال سي اي وال بي اي are the two transversals وسنس ان ال a e وال e y وال y c التلاتة equal يبقى انا استفدت ان ال a d وال d x وال x b equal طب هو ال a b كله بتولف ال 12 هقسمه 3 parts يبقى البارت الواحد بفور يبقى ده معنى ان ال a d بفور ال d x بفور ال x b بفور طيب ال a x بقى واخد كم جزء جزء ايه يبقى 2 by 4 بيت طبعا لانا قلت وورال ده شافه وكده كله هتكتبه هتكتب كل اللي انا قلته كده بالترتيب ده لو جالي سؤال given سؤال بعده واضح جدا two concurrent triangles يبقى l a b c في المجر add l m in سؤال بعده if a line segment is extended from one only or only one terminal without a limit then it's not مين هو ال line segment اللي بنمده من جهة واحدة بس بلا نهاية هو ال rey the two complementary equal angles واحدة واحدة two complementary يبقى two angles مجموعهم ب 90 و equal يعني هما الاتنين قد بعض the measure of each angle المجر بتاع كل واحدة فيهم 45 the two adjacent complementary angle their outer sides are not طبعا السؤال ده اتفقنا انه من الاسئلة الحفظ ان two adjacent complementary المجموع بتاعهم طبعا ناينتي عشان هما complementary انا بتكلم بقى على the outer side side ده وده the outer sides دول ما لهم عاملين شكل ايه هنختار كلمة perpendicular طبعا ساعات بيغير كلمة complementary يحط كلمة supplementary وساعاتها هيبقى on the same straight line لسه بنقول السؤالة the two adjacent angles are supplementary then their outer sides are on the same straight line the angle whose measure is 70 supplement او لما بسمع supplement بعمل minus من ال 180 يبقى on 180 نشيل منها 70 110 سؤال البعده a b equal c d يبقى the two line segments equal in length يبقى the a b وال c d هو حطت علامة line segment يبقى انا هاختار ال congruent مش هاختار علامة equal the two vertically opposite angles the two vertically opposite angles the two vertically opposite angles the VOA ملهم طبعا كونجرنت اللي هما equal in measure السؤال اللي بعده بسمه هو عايز لو انا بصيت هنا هلاقيه في علامة parallel خلاص وده حرف الزد اللي هو الالترنت ومديني ان ال بي اي بايزكت للانجل طبعا الكلام ده انا مجبتهش من عندي هو اه اه ايه اللي في الاول خالص ان ال بي اي في اول السؤال بايزكت انجل اي بي سي اه ال بي اي اسمتها نصين يبقى دي كمان ثارتي تو قده يبقى دي كلها سكستي فور يبقى الانجل سي سكستي فور عشان انا عارف ان حرف الزد بيديني اه اه يبقى سي سكستي فور كوستشن البعده الاتنين ال سبليمنتري وان ده ستريت لين يبقى هتطلع بوان هندرد مش عشان هي قدل سكستي مرتين لا عشان هقول يبقى دلوقتي اللي انا عرفته ان تلعت لو انا عايز اجيب الاكس الوحدة هعمل وساعتها الاكس هتبقى وان هندرد تواني ديفايد ثري ايكوال فورتي دجري هو طالب مني هنا الاكس ايكوال فورتي قلنا السؤال ده من الاسئلة اللي بتكرر كتير جدا اولا ما بلاقي ان الوان انترسيكشن الو ايكوال فاي يبقى ده معناه ان ال اصلا الديفنيشن بتاع ال اصلا 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 مديني الانجل ايه وعايز الرفلكس حفظناها كذا مرة الرفلكس بنشيل من ثري هندرد سكستي يبقى ثري هندرد سكستي مينس وان هندرد تديني 250 سؤال بعده قولنا الجملة دي جملة حفظ وبنغير بس الكيس الكيس بدأ من اول اف اف ايه بقى انت اخترت فايه اللي بقيلك بايزكتور ولا اي انجل ولا انكلود انجل ولا طبعا انكلود انجل عشان الكيس اسمها اي انكلود انجل السؤال اللي بعده مديني ال a وال y وعايز ال c طبعا ال a هي هي ال x وال y هي هي ال b فال c هي هي ال z طب انا هجيب ال c او ال z ازاي هقول 180 وهفتح ل 40 وال 60 180 minus 40 plus 60 دول كده من 100 شيلهم من 180 يبقى ايكوال 80 ودي ال c او z اختار معيتي question 17 اي انجل plus ال reflux بتاعتها احنا من شوية لسه حالين مسألة كانت في انجل ب 110 وجبنا ال reflux 250 لما لما نجمع عموما ال 2 لازم يديني 300 60 مهما اختلفت الانجل والرفلكس بتاعتها مجموع اي انجل مع الرفلكس ب 360 سؤال بعده قولنا السؤال ده من الاسئلة اللي بتيجي كتير جدا والناس ما بتعفش تحل بسبب ان هي ما بترسموش l m n r three straight lines l perpendicular لل m نكتبها الاول كده وبعد كده نبدأ ايه ادي الرسمة l perpendicular لل m فانا قلتلك لما تيجي ترسم ارسم مثلا ده ال ودي ال m وعملين right angle طيب احنا كده خلصنا من اول جمع الجملة التانية l n perpendicular لل m يعني l n عامل عمود مع l m ادي l m هي يبقى l n تترسم ازاي كده طب بينفع رسمها من تحت يا مستر اي حاجة اللي انت عايزه انا هرسمها هنا دي l n خلاص ده الرسمة خلاص كده انت خلصت كل حاجة اده بص بقى الاختيارات اول اختيار بيقولك m parallel لل n هل l m l m وال n parallel لا يبقى اول اختيار غلط التاني m parallel لل l m و l parallel ده اللامسين بعضه يبقى غلط l parallel لل n l parallel لل n اه دي تنفع عشان ده شكل حرف ال f تمام فهنقدر نقول ان ال l parallel n ده الاختيار المزبوط question 19 بيقولك if two straight lines are perpendicular to a third straight line then the two straight lines are not ده هو السؤال ده بالزبط بس مكتوب بقى بيقولك two straight lines perpendicular to a third ده التالت اتنين عمود على تالت يبقى they are a اللي اتنين دول ما لهم هختار برضو كلمة parallel طبعا مش لازم يكون ترتيب المسائل دي جالك زي ما هو جاي كده خلاص احنا بحطين حاجة في الامتحان كده بتخلي الترتيب عشوائي فانت ونصيبك السؤال اللي جالك ايه يعني وراء ايه a b parallel congrent لل c d يبقى two line segments equal in length ال a b five يبقى c d five طبعا عايزنا جمعهم ال a b وال c d يبقى ال اتنين بتان question twenty one ده حرف ال u اللي هو interior angles and on the same side of the transversal ال y وال x هنا الرموز ال relation اللي بتربطه هل هم supplementary ولا adjacent ولا perpendicular ولا equal طبعا هنا الاجابة المظبوطة هي supplementary لان مجموعهم ال اتنين interior one hundred eighty question twenty two محتاج رسمة بيقول لي ال b d للانجل a b c بصوا كده هدي الانجل اللي هي ال a b c دلوقتي اه انجل a b c في b d بايزكت ليها اسمها نصين قد بعض هو بقى بيقول لي الانجل اللي اسمها a b c مالها ومال ال a b c مالها ومال ال a b d يعني مين اكبر ومين اصغر واكبر بقديه ال a b c a b c اللي هي الانجل كلها اللي هم النجمتين وال a b d a b d اللي هي نجمة واحدة النجمتين قد اي من النجمة انا عايز اكتبلو كلمة twice او قدها مرتين فاخترتو سؤال البعدو the sum of measure of four accumulative angles at a point مجموع اربعة angles حوالين نقطة ب360 طيب نقط the sum of measure of five accumulative بقوا خمسة مش فرق هو هو الصم لازم يبقوا الصم بتاعهم في الحالتين او في اي حالة تانية فيها accumulative 360 the acute angle supplement نقط angle طبعا المسألة دي لها تلت حلول يعني تلت طرق الحل اسرعهم ان انت تبص عليها كده بينك في acute angle هي مين السبليمنتري بتاعها نوعة ايه optius خلصت الحاجة التانية ان انت تحفظها الاكيوت معها optius ده في السبليمنتري وده الاصعب يعني حالة التالتة ان انا اختار رقم acute من دماغي 30 مثلا مثلا وحاجيب السبليمنتري بتاعه 180 يشير منهم 30 يبقى 150 150 دي نوعة ايه optius ده ده اخدناه ده اخدناه في الدرس بتاع الجومتري بتاع الكون لما كنت بقول لحضرتك ايه بي تعالى نرسم اكسس اف سيمتري ايه مستر الاكسس اف سيمتري نقف بالبرجل هنا ونفتح البرجل فتحة اكبر من نص ونرسم ارك فوق ارك تحت من هنا نفس الكلام ارك فوق ارك تحت ونوصل وقولنا اللاين ده لازم يعمل ويعدي على الميت فانا بتكلم على اللاين ده اسمه ايه اسمه اكسس اف سيمتري سؤال لبعده حرف اكس واضح جدا قدامك ان الانجل اللي بقى 150 ديجري قد الانجل الابسيت اللي هالفردكالي اوبسيت انجل اللي هي 3 اكس يبقى 3 اكس بقى 150 3 اكسات بقى 150 يبقى ال اكس الواحدة 50 ده طبعا هنا ال 53 مش هتزود حاجة على يعني هتفضل وشوية بس مش هتوصل ان هي تبقى ولا اكتر من فده معنا ان هي اكيد اخر سؤال في الامتحان حرفين جوة بعض حرف زد وحرف يو ركز كده على حرف اليو هتلاقي فيه انجل سي وانجل ا والاتنين سبليمنتري الانجل ا ب 110 يبقى انجل ا ا س ب 70 طيب انقل بقى الحرف الزد في براليل برضه قدامك يبقى انجل د ايكوال انجل سي الاثنين يبقى ال د ايكوال سي ب 70 دي كده كانت الاجابات بتاعة الامتحان عشان لو في حد عنده غلطة او حاجة حصلت يبقى عارف ان شاء الله باذن الله ايه الغلطات وتبقوا فاهمين ان شاء الله الدنيا بعد كده هتمشي ازاي بصفة عميان